مين فيكن بيحتار لما صار وقت انه ياخد قرار؟ اليوم بدنا نجمع لحتى نقدر ناخد قرار بين الحدث بين المنطق وبين في الذكاء العاطفة ثمان خطوات تعود تنبلش اول خطوة اختي ورا وقلم وبلشة كتبي واضحة شو العدف تبعو لك من ورا هيدا القرار وتأكد انه الهدف اللي بدك تكتبيه ما يكون ضد المبادئ الاساسية اللي انت مقتمع فيها ثقم اثنان جمع حقيق جمع معلومات بتفيدك انك تقدر اتاخد هذا القرار اذا قادر اتاخد نصايح من اشخاص منه المعلقين فيك عاطفيا خدمهم النصيحة بس حاول انك ما تزيد بالمعلومات والحقيق والنصايح لانه هيدا الشي ممكن يضيعك بلشة اكتبي مختلفة اذا انا معملت هيدا الشي أو ما اخدت هيدا القرار شوفي شي تانية فيني اني اعمله هذا الشي بيساعدك انه مايخيب ضمنك وامالك بشكل عالي يعني مثلا انا عمفكر انه انا اليوم بدي اخد قرار اذا ابي راسي انه هيدا القرار اذا ما تاخد او هيدا الشي من عمل بتخرى بالدني وما في ولا اي بديل بتلاقي هيدا الشي بيصير صعب عليك زيادة بلش اكتبه شو الاشيه البديله لهيدا الخيار وعلى ميزان خلال نبلش نكتب البروز والكانس شعني بروز وشعني كانس بروز معناتها شو المكسب والكانس شو هو الشي اللي بدي اخسره من ورا هيدا القرار خلق بنا نفوت الحدس طبعوليك اللي لو ما تبلش اتوسع فيه بتليقي الحيات صارت كتير اسألالك بدي اسألك شو الحدس طبعوليك جواتك ولا كلمة فضي عقلك صفي ذهنك سألي حالك من جوه شو احساسك بقلك واذا هيدا شي صعب لقلك خليني اعطيك نصيحة ساكر عيونك وفيجولايز تخيلي حالك بكل موقف من هيدول المواقف وقولي لحالك جيبي حالك هدا السؤال شو حاسي حاسي هيك من جوهاتك متل تأمن وفراشات ايه هيدا هو ولا حاسي اوكي كيف ما كان لما تحسي متل فراشات تحسي سعيدة هيدا هو الاحساس من جوهاتك هيدا هو الخيار الصح صار عندك وضوح خد القرار وتذكري انه صعب كتير او من المستحيلات انك تاختي قرار يكون كامل ما تعد تفتش على الكمال لما تبلش تفتش على الكمال ما حتقدر اتاختي هدا القرار ورح تتراجع بحياتك وتصير جبانة انت منك جبانة انت شو؟ التعامل مع القرار بثقة تامة وبلش ريء بهدا القرار وين عم بياختك واذا هدا القرار عم بياختك على محل منو عيش بك فيك تعملي اجستن فيك تعملي تعديل كون حنونة على حالك ما تحاول انك تقولي لحالك انا لازم اخد القرار الصح 100% تذكري دايما انه النجاح هو تراكمات لا هزيمة ولا هزيمة ولا هزيمة تعلمت منه الشي اللي انا بحيش اللي اقوله لحتى انجح